السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من الناس لا يحافظون على أعضاءهم الداخلية كالكبد والبنكرياس والقلب وغيرها من الأمور بهذا الفيديو نقدم خمس مشروبات لتنظيف الكبد من السموم وتعيد إليه نشاطه الفيديو القادم هناك أطأمة تخلص الجسم من السموم بشكل عام المحافظة على صحة الكبد من أهم الأمور التي يجب أن نضعها في الاعتبار كما نحافظ على صحة القلب والعضلات فهي بمثابة آلة التي تعمل على تماسك الجسم كله لا يعلم الكثير أن الكبد يؤدي أكثر من خمسمائة عملية منقذة للحياة يوميا لذلك ينظر إليه على أنه واحد من أبرز لعضاء الجسم وأكثرها أهمية وحتى يتمكن الكبد من إداء وظائفه مثل إزالة السموم وتنشيط الأنزيمات يحتاج إلى سواء المهمة التي تساهم في تطهيره من السموم ويمكن الاعتماد على المشروبات التالية في هذا المجال الشاي الأخضر يساعد الشاي الأخضر إلى جانب التمارين الرياضية في تأزيل صحة الكبد وجدت دراسة جريت على الفئران أن الشاي الأخضر والتمارين الرياضية كانت أجسامها تتعامل مع الأغذية بشكل مختلف عن الآخرين شاي الكركم الكركم غني بالمضادات الأكسدة التي تتعم عملية التخلص من السموم وذلك عن طريق زيادة إنتاج الأنزيمات ويساعد أيضا في تأزيز الدورة الدموية بما يعزز صحة الكبد عصير أملا أو التوت الهندي هذا العصير مليء بالمضادات الأكسدة والالتهابات والفيتامينات وبالأخص فيتامين سي والعديد من العناصر الغذائية الأخرى وهذا كله يساعد في تخلص من السموم ودعم صحة الكبد عصير الشبندر يحتوي هذا المشوب على الكثير من العناصر الغذائية مثل حامض الفوليك والبيكيتين والمضادات الأكسدة والالياف وتعمل كلها مجتمعا على إزالة السموم من الجسم القهوة رغم أن القهوة من أكثر المشوبات الشعبية في العالم إلى أن قل من الناس يدركون فائدتها بالنسبة للكبد وذلك في حال تناول كميات صحية منها وأظهرت دراسات أن تناول مؤتد للقهوة يساعد في حماية الكبد من الأمراض مثل تقليل كمية الدهون المترسبة في هذا الأضو ملاحظة القهوة تشرب بعد الإفطار أو بعد الظهر لا تشرب على مأدة فارغة وذلك يؤثر تأثيرا سلبيا على الكبد ولهنا نختتم الفيديو وأتمنى من جميع الاشتراك بهذه القناة وتفعيل جلس التنبيهات وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب